ميثاق العمل الوطني ميثاق العمل الوطني صدر بعد خطوات مدروسة بحكمة القائد حيث عمل جلالة الملك المفدأ على إبراز التغيير السياسي من خلال تعاضل الإرادة الملكية السامية بطموحشها لم يكن ميثاق العمل الوطني بدعا من الخيال عندما أطل بإشراقته على الملأ بل جاء من خلال رؤية ثاقبة استشعرت ضرورة التغيير السياسي وكتابة فصل جديد بأحرف من نور في تاريخ البحرين العريق ولأن سياسة الشفافية شعار طرحه جلالة الملك المفدأ منذ توليه حكم البلاد في مارس من العام 1999 فقد كانت قبل تنفيذ الميثاق والتصويت عليه خطوات كان لها السبق في امتزاج الإرادة السامية بطموح الشعب فالقيادة السياسية لم تفرض ميثاق العمل الوطني من أعلى فقد جاء وضع الميثاق ثم إقراره عبر الاستفتاء العام وفق نهج تدريجي ورؤية واضحة بدأت بالاجتماع بالرموز الثقافية في المجتمع وممثليه في مختلف المجالات وتلا ذلك اختيار صفوة المجتمع على اختلاف مشاربهم للبحث في هذا الميثاق ومنحهم الوقت الكافي لدراسته وتقييمه والحرية الكاملة في الإدلاء بآرائهم عبر الاستفتاء في الوقت ذاته أتاحت القيادة البحرينية متسعا من الوقت ما بين إقرار مشروع الميثاق من جانب اللجنة العليا وما بين موعد استفتاء الشعب عليه لإتاحة الفرصة لجميع المواطنين للبحث والنقاش وتكوين آراء مبنية على حقائق وفهم للميثاق من جميع جوانبه كما دعم جلالة الملك المفدى هذا الحوار الشامل بقيامه بزيارات لمناطق كثيرة من البلاد وكذلك استقباله أكثر من مرة رموز المجتمع البحريني من جميع الفئات والطوائف وتلمس رؤاهم ومقترحاتهم عن مسيرة الإصلاح وأظهرت هذه الزيارات مدى التفاف الشعب البحريني حول جلالة الملك المفدى وتوجهاته الإصلاحية ومشروع الميثاق الوطني صدر الأمر السامي من عاهل البلاد المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الثالث والعشرين من نوفمبر من العام الفين بتشكيل اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني لخوض مرحلة جديدة من العمل الوطني في البحرين وبعدها بشهر تم الاحتفال بانتهاء اللجنة من إعداد مشروع الميثاق وفي الثالث والعشرين من يناير من العام الفين وواحد دعا ملك البلاد المفدى المواطنين رجالا ونساء إلى المشاركة في الاستفتاء على مشروع ميثاق العمل الوطني يومي الرابع عشر والخامس عشر من فبراير من العام الفين وواحد وفي السادس عشر من فبراير من العام الفين وواحد صادق جلالة الملك المفدى على نتائج الاستفتاء الشعبي النهائية بشأن مشروع الميثاق الوطني حيث وافق الشعب البحريني على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4% وكانت المشاركة الشعبية عالية إذ بلغت 90.3% من المؤهلين للتصويت لقد كان الميثاق الوطني بمثابة ذروة التطور الديمقراطي وقد وصفه جلالة الملك المفدى بأنه كان فتحا جديدا في تاريخ البحرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فأننا نشكر كل بحريني وبحرينية صوت على ميثاق العمل الوطني فجميعنا شركاء في الوطن مهما اختلفت الآراء وتعددت وندعو الجميع للمشاركة الإيجابية في خدمة الوطن والحفاظ على الثوابت الوطنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة